سل العلماء كي تروى عن الأحكام والفتوى وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام مرحب بكم مع حلقة جديدة من برنامج فتاوى على الهواء الذي نستقبل فيه تساؤلاتكم وستفساراتكم على الهواء مباشرة عبر الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة تباعا صحبة ضيف البرنامج الدائم فضيلة شيخ الدكتور حمزة أبو فارس حياك الله شيخ يا أهلا وسهلا بكم شيخنا قبل أن نستقبل الأسئلة والاتصالات ونحن نمر بهذه الأيام المباركة الأيام العشر من ذي الحجة نود تنويه على قضية فضل هذه الأيام والعبادات التي تستحب في مثل هذه الأيام التي فضلها الله على غيرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أيها السادة المشاهدون والمستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد فإن هذه الأيام هي أيام مباركة وفضلها عظيم والثواب فيها مضاعف لأنها من أفاض من فضيات الأيام والليالي ويكفي في ذلك قول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عشرين ويعني أكثر العلماء على أن الفجر المقصود به فجر يوم عرفة فهو يعني داخل في الأيام العشر ويعني مسألة سمية الأيام العشر أو الليالي العشر عفوا إذا قلنا الليالي العشر معنى ذلك أني اليوم الأخير وهو التاسع قال العلماء له ليلتان ليلة قبله وليلة بعده فهو يوم فقط وليس له ليلة نعم وإنما الليلة لليوم الذي قبله نعم واليوم الذي يأتي بعد عرفة فهما ليلتان ويوم واحد هذه مسألة ليالي العشر أما فضلها فعظيم وقلنا فيه هذه الآية ورد فيه في الحديث الصحيح يعني ما من عمل يعني أفضل عند الله سبحانه وتعالى من العمل في العمل صالح منه في هذه الأيام العشر قيل له وَلَا الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال وَلَا الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَخْرُجَ يعني إلا أن يخرج ليجاهد بنفسه وماله فلا يرجع بشيء من ذلك أو ما معنى هذا الحديث فتورد بألفاظ متقاربة فهو يعني الفاظ يبينه لما قرن بالجهاد بسبب الله ومعلوم أن الجهاد يعني موقعه عظيم وهو يعني وصفه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في أحد الأحديث الصحيحة بأنه سنام الإسلام أي ذروته أي أعلى شيء فيه نعم هذا بالنسبة للفضل نعم الفضل هذه الأيام نعم هذا فضل هذه الأيام العشر من دي الحجة قضية مشروعية تخصيص بعض العبادات فيها كالصيام مثلا وغيرها من العبادات هل نص الشارع على بعض العبادات بعينها أنها تستحب في هذه الأيام المباركة نعم هي بالنسبة للعبادات كما قال بعض علمائنا تجتمع كلها جميع أنواع العبادات في هذه العشر فمن حج فهو حاج وصائم ومصل وذاكر فلم تغب عنه عبادة وأما الذي لم يحج فهو يناظر الحاج ويسامته بما يفعله من الأضحية مقابل الهدي وعدم الأخذ من الأضافر والأضافر يجتمعوا لدى الحجاج وغير الحجاج نعم نعم طيب شيخنا قضية صيام هذه الأيام سواء تخصيص عرفة بالصيام أو صيام هذه الأيام كلها يعني صيام العشر وكذلك مشروعية ختم القرآن في مثل هذه الأيام كمن يجعل له وردا في هذه الأيام ليختم القرآن في عشرة أيام هو الختم القرآن في عشرة أيام يعني سائغ وجائز لأن الذي ورد النهي عنه هو ختمه في أقل من ثلاث أما ما فوق الثلاث فهو كذلك لكن لا أعرف أناسا خصصوا من العلماء خصصوا لختم القرآن هذه العشر لكن بما أنها فضلة وبما أن الأعمال فيها تتضاعف من ضمن هذه الأعمال التي أجرها عظيم هو يعني قراءة القرآن وأما الصيام فقد ورد فيه أحاديث أن صيام يوم عرفة دعم يعني يا الله سبحانه وتعالى أو قمعه قال النبي سبحانه وتعالى أحتسب فيه على الله سبحانه وتعالى أن يغفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وهذا ثواب عظيم لم يرد فيه شيء آخر أنه يؤتغفر به الذنوب يعني في السنتين السنة الماضية والسنة المقبلة نعم نعم وقضية قضية تخصيص أذكار معينة في هذه الأيام كالتكبير لغير الحاج هل التكبير في هذه الأيام أفضل من غيره ومنصص عليه وعلى فضله في هذه الأيام من رسمة للذكر ومنه التكبير وارد نعم لكن لم لا أعرف عدداً معيناً يخص ذلك لكن بالرجوع لمسات الصيام وقد ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها يعني قالت لم يصوم النبي صلى الله عليه وسلم هذه العشر ووردت مرة بصيغة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم العشر أي العشر من الحجة وفي حديث آخر في نفس صحيح مسلم ورد النفي مطلقاً لم يتعلق بالرؤية وهذا تكلم عنه علماؤنا وبرروا حديث عائشة قالوا أولاً وردت حديث صحيح أخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عرفة عندما لا يكون حاجاً وقد ورد في فضل صيام يوم عرفة حديث قولية أخرى يعني غير هذا الذي قالت عائشة فقالوا نحمل قول عائشة رضي الله عنها على أساس أنها لم تره وهذا لا يعني أنه لا يصوم ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي ف يعني بالنسبة باستثناء يعني عندما يكون حاجاً وقد يعني شك بعض الصحابة في هل هو صائم أو لا فبعث إليه عن طريق ميمونة رضي الله عنها بلبن فشرب منه وهو على ناقته فدل ذلك على أنه لا يشرع الصوم لمن كان بعرفة لأن ذلك أقوى له نعم وأكثر مناسبة للعبادة ولكثرة الذكر والخشو نعم يعني الصيام في هذه الأيام وخصوصاً يوم عرفة وقضية التكبير المطلق وغيرها من العبادات كله مندوب إليه نعم إلا للحاج في قضية الصيام صيام يوم عرفة لا يندب للحاج أن يصوم تماماً نعم طيب شيخنا قبل أن نفس في قضية فضل صيام ومعرفة ومعنى تكبير الذنوب فيها قضية التي يسأل عنها الناس كثيراً قضية حكم الأخذ من الأظفار والشعر لمن يريد أن يضحي وقضية الخلاف فيها بين المانعين يعني من قالوا بالكراهة ومن قالوا بالإباحة نعم هذه مسألة اختلف الناس فيها عن الفقهاء فمنهم من يقول إن لا حديث الواردة في ذلك نعم لم يأخذوا بها ولذلك عندهم ليس مكروها الأخذ من الأظافر ومن الأشعر أي الشعر ولكن بعض العلماء أيضاً من من يكره ذلك وبعض هم من يذهب إلى التحريم فقد ذكر يعني المصنفون أن الإمام أحمد رضي الله عنه وعلى جميع أئمة المسلمين أنه يرى حرمة الأخذ من هذه الأشياء فإذا يعني كل له دليله منهم من قال إن من نسبة للحاج لم يؤمر بذلك مع مع أن صاحب هدي والهدي أفضل من الضحايا فمم بأولاء لم يأمر الشرع من ضح أن يفعل ذلك ولكن بعض العلماء أوردوا أحاديثا صححوها في ذلك وبعضهم توسط فقال لم نذهب إلى الحرمة ولم نذهب إلى الإباحة وإنما نتوسط فنقول بالكراهة وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى نعم يعني المشفور في مذهب مالكية هو كراهة الأخذ من الشعر والأطفال لمن أراد أن يضحي نعم لمن أراد أن يضحي أو يضحى عنه كذلك فمن يعني شرك زوجته أو أقاربه أولاده وغيرهم في هذه المسألة فيندبوا لهم كذلك أن لا يأخذوا من هذه الأشياء نعم نعم طيب شيخنا قضية نعود لقضية فضل الصيام يوم عرفة ومعنى قضية تكفير الذنوب في صيام لمن صام هذا اليوم قضية العام الماضي والعام القادم وهل تدخل في مثل هذه الذنوب الكبائر التي ارتكبها الإنسان الذي قاله العلماء أنه يغفر أو تغفر في هذه الأيام الذنوب الصغائر أما الكبائر فهذه لا تكفرها إلا التوبة والتوبة بابها مفتوح في جميع الأيام أما في هذه الأيام التكفير يقع للصغائر طيب شيخنا من القضايا التي أحيانا تتفق مثل ما حدث في هذا العام أو سيحدث في هذا العام قضية أن يوافق يوم عرفة يوم الجمعة فهل يندب صيام يوم الجمعة يعني مطلقا وخاصة إذا وافق يوم عرفة نعم بالنسبة لصيام يوم الجمعة لغير الحجاجي نعم مندوب نعم بمناسبة وقوع يوم عرفة مصادفة يوم الجمعة ولذلك نعم هو يوم عرفة يأخذ نفس التواب كأنه في يوم آخر وكذلك السبت إذا صادف يوم عرفة فإنه لا يكره صيامه حتى عند من يقول بكراهة يوم السبت أي إفراده نعم والمالكية عندهم لا كراهة لا في صيام الجمعة ولا في صيام السبت ولو ورد منفردين فهذه المسألة لا تهمهم نعم نعم يعني على كل الأحوال يستحب صيام يوم عرفة ولو وافق يوم الجمعة ويوم السبت نعم تماما طيب شيغنا أحد الإخوة يسأل عن قضية ما ذكرتموا في بداية الحلقة وهي أن مما يستدل به على فضل هذه الأيام قول الله سبحانه وتعالى والفجر وليالي عشر يقول الإشارة إلى الليالي كيف يكون الفضل مقصود به اليوم والإشارة في الآية إلى الليالي وليس للأيام لعله لعل المسأل ما ذكرناه في مسألة أن أن يوم عرف له ليلتان وبالتالي يعني أصبح ماسوغا أن يقال ليال عشر لكن على كل حال هي الأيام تسع نعم يوم التاسع لأن يوم النحر يحرم صيامه لكن الليلة تتعلق به كما ذكرنا نعم وبالتالي جمعة الليالي على عشر نعم طيب شيخ نفي أحد الأخو يسأل عن قضية ما يسمى التعريف في يوم عرفة لغير الحجاج نعم التعريف ذكره الإمام الطلطوشي أبو بكر الطلطوشي وهو من علماء المالكية في المدرسة مدرسة اسكندرية ومشهور هو يعني بفقهه وتعمقه وقد ألف كتابا في البدع وطبع منذ أكثر من أربعين عاما ذكر مساء التعريف وذكر ها في البدع وما هو التعريف التعريف أتى من كلمة عرفة يعني بعض الناس يعني اخترحوا أو ذكروا أن من لم يحج فيمكنه أن يحوز بعض الأفضال في عمل هذا التعريف بأن يجلس بعد عصر يوم عرفة وكأن حاج نعم يذكر الله سبحانه وتعالى ويأتل القرآن الكريم في المسجد استطاع فهذا هو التعريف وقد ذكر بعض الناس أن ذلك مستحب جماعة قلنا والصحيح من أقوال العلماء أن هذه من البدع نعم فلا يجب أن تفعل شيخنا أحد الإخوة أيضا يسأل عن قضية الصيام يوم عرفة هو عنده عملية منظار في يوم عرفة فهل عملية المنظار مبطلة للصيام أم لا المنظار ذكر العلماء وقد استشاروا في ذلك الأطباء قالوا إن كان جاثا ليس معه شيء فلا تأثير له الصوم أما إذا كان معه بعض السوائل أو بعض الأدوية فإنه مفطر وعلى كل حال من كان بهذه الحال وبه ضرورة إلى هذا المنظار وقد كان يفعل ذلك في السنوات الماضية فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر هذا الصيام ولو لم يصم لأنه قد صامه في الأعوام القاءة الماضية نعم نعم طيب شيخنا قضية من الأيام العشر هذه يوم العيد هل تتعلق به أحكام خاصة مخالفة لهذه الأيام التي قبله ويوم عرفة نعم تتعلق به أحكام خاصة منها مسألة الصوم ممنوع يعني يحرم الصوم يوم النحر فإن هذا إعراض عن الأكل من الأضحية التي هي من السنة نعم ولذلك يجب بل إن العلماء يعني سنوا أو استحبوا قضية بداية هذا اليوم بالإفطار من نحم الأضحية بعكس يعني عيد الله الفطر فإنهم مستحبوا أن يأكل المسلم شيئا من تمرات أو رطبات أو حسوات مما قبل أن يخرج إلى المصلة أما في الأضحى فالمستحب أن يؤخر الفطر إلى أن يأكل شيئا من أضحيته إذا كان ممن يضحي نعم نعم طيب شيخنا قضية قضية يوم العيد الصيام في عيد الأضحى محرم في اليوم الأول فقط أم تلحق به الأيام الأخرى للعيد هو محرم في الأيام الثلاثة وأما في اليوم الرابع فأجاز العلماء صيامه لبعض الناس منهم الذي يصوم لصيام التمتع فالذي ذكر الله سبحانه وتعالى يعني ثلاثة أيام في الحج وثبت إذا رجعتم فقضية إذا كان اليوم الرابع داخل في الأيام المطلوبة وهي تكملة العشر يجل صومه نعم نعم طيب شيخنا الأمور الأخرى التي تشرع في هذا اليوم أو تستحب في يوم العيد لغير الحاش العيد فيه كثير من الأمور المستحبة بل وكذلك الواجبة كما ذكرنا عدم الصوم هذا على الوجوب دعم لأنه إعراض عن ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى الأمور الأخرى هي مسألة الذهاب إلى صلاة العيد أو لنقول صلاة العيد نفسها نعم هذه سنة مؤكدة كما ذكرنا في السابق ولذلك نعم يندب الذهاب إليها حتى لمن لم تلزمه حتى لمن لم تلزمه حتى للصبيان وللنساء يجوز لهم نعم أن يحضروا هذه المشاهد التي يشهدها المسلمون نعم هذا بالنسبة للصلاة بالنسبة عندنا أشياء أخرى تتعلق بالعيد لا أعرف نذكرها الآن أو نوازلها إلى أن يصل العيد نعم طيب شيخ لعلنا نذكر بعضها في قضية خاصة ما يتعلق بقضية صلاة العيد الحكم ذكرتم أنها يندب الذهاب إليها حتى لمن لم يبلغ توقيت هذه الصلاة توقيت صلاة العيد متى يكون نعم اختلف العلماء في ذلك فمن هم من يرى جواز صلاة العيد بعد يعني الفجر وقبل الشروق لكن المشهور عند أكثر العلماء ومنه المالكية أن ذلك نعم يعني يبتدئ وقته من حل النافلة أي طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح عند إذ يعني تحل صلاة العيد لأنها في حكم النافلة وليست فرضا وتستمر وقتها إلى الزوال نعم قضية صفة هذه الصلاة وما تتميز به عن غيرها من الصلوات نعم صلاة العيد من المندوب فيها أن تصلى خارج المساجد إلا إذا كان الوقت لا يسمح بذلك وذلك كالأمطار والرياح الشديدة إلى آخره وإلا لمن كان في المسجد الحرام فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة خارجه أما بقية المساجد بما في ذلك المسجد النبوي ومسجد بيت المقدس فإن الصلاة خارجهما أفضل من داخلهما نعم نعم طيب قضية ما تتميز به في هيئتها والصفة التي تصلى بها في المذهب نعم هي نافلة لكنها كما ذكرنا سنة مؤكدة وهي ركعتان وتبتدأ بقضية التكبير فعند المالكية ويعني يكبر الإمام نعم بتكبيرة الإحرام سبع تكبيرات أي في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام فإذا سبعة وستة نعم وبعدهما يقرأوا فإن أخطأ وقرأ قبل التكبير فإنه يعيد التكبير والقراعة نعم طيب قضية التكبيرات سبعة في الأولى بتكبيرة الإحرام نعم نعم سبعة وتكبير الإحرام وعند الإمام السافع ثمانية بتكبيرة الإحرام أما الإمام أبو حنيفة فإن التكبيرات عنده ثلاث نعم ثلاث بعد القراعة نعم طيب إذا صلى مالكي خلف حنفي يكبر ثلاثا فقالوا لا يتبعه وإنما يصلي عدد مذهبه ولا يلتفت إلى ذلك هذي صرحوا بها في كتبه نعم يعني يتم هذا التكبير في سره نعم طيب لا يشوش على الناس نعم طيب شيخ نذهب فاصل إن شاء الله ومن ثم نواصل المشاهدين الكرام فاصل قصير ومن ثم نواصل فابقوا معنا ومن ثم نواصل وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى ومن ثم نواصل لما كانوا حاسين بأن هذه المظاهرة وهذا الاعتصام هو ورقة ضغط مهمة على النظام الاستجابة للمطالة فضل الاعتصام تم زي ما قلت لك بالكوة اطلق النار فوجه الطلبة بساعة الثامنة ونص صباحاً إنهم موقفين نحن الضهيم والزايد والآخرية ويخبوا ويعلن لأول مرة شعات تصفية اليمينة غجعي من الجامعات الليبيين نالهم شيء مما نالكم بعد ذلك لا بالنسبة لي جماعة وطني بنغازي أنهم أروضهم في طرابس في بنغازي جاي بيارضه في طرابس جواوا ركبوا دخورهم في طرابس في تلك الفترة لما هم جواوا عليه كانت قبض علي تحت الفلق فكان من الطرائف إن نليم على الدين لفلقة عبدالله السلوسي والجنود بتاع يضربوا وفي تلفزيون في الغرفة في جنبنا يدير في إعلان عليه مسرحيتي في طرابس الشاهد الحلقة الثالثة مع الكاتب والروائي منصور بوشناف يأتيكم في الأوقات التالية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم من جديد طيب شيخنا قبل أن ننتقل الأسئلة نأخذ بعض المسائل التي تختص بصلاة العيد منها قضية إذا فاتت صلاة العيد في المسجد هل تقضى وهل يمكن أن تقضى في جماعة عند الأكثر العلماء عندهم تقضى أفرادا أفضل من قضائها جماعة هذا من ناحية لكنها هي ليست قضاء بمعنى شلمة ولكن للحصول على الفضل لمن لم يلحق بالإمام عليه أن يأتي في بيته ولا يأتي بذلك كما نص المالكية ولا يأتي بها في المكان الذي يصلي فيه الجماعة نعم طيب أحد الإخوة يسأل عن قضية صيغة التكبير الذي يشرع في هذه الأيام أو في يوم عيد الأضحى التكبير في الأيام العالية لم أرى فيه نصا في عدده لا للمالكية ولا لغيرهم الله أعلم لكن وردت الأحاديث في قضية التكبير الذي يؤتى به بعد الصلوات فقد ورد بأنه يندب التكبير بعد الصلوات وصيغة التكبير اختلف فيه الناس فمشهور مذهب مالك أنه التكبير ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبعض الناس استحب أن يزيد مع ذلك التحميد لكن المشهور هو ما قلته التكبير فقط وذلك يبتدأ به من ظهر يوم النحر إلى فجر اليوم الرابع نعم رابع النحر الفجر هذا آخر موعده نعم طيب الصيرة كما ذكرتموها قضية تعلق خطبة العيد بالصلاة هل يجب لمن صلى على من صلى صلاة العيد أن يستمع لخطبة العيد بعدها بالنسبة للاستماع إلى خطبة العيد وهي بعد الصلاة عكس الجمعة واختلف الناس في مسألة الاستماع إليها فمنهم من ساوى بينها وبين خطبة الجمعة من حيث للاتجاه ناحية الإمامي ولو كان في الصف الأول حتى ولو كان سا يعكس الاتجاه ناحية القبلة ويعني بعض الناس قال ذلك وبعضهم قالوا لا إنما ينذبوا ندبا مسألة الاستماع إلى هذه الخطبة وبالتالي حتى حضورها نعم يتبعوا ذلك نعم طيب شيخنا أحد الإخوة يسأل عن قضية الإفطار من الأضحية قال إذا كان عائلة واحدة فيها أكثر من أضحية هل يجب على كل منهم الانتظار والأكل من أضحيته هو أم يجزي أن يأكل من أول أضحية تذبح لا هي إذا كانت المسألة تتعلق بأضحية واحدة فالمسألة واضحة نعم أما إذا كانوا قد ذبحوا أضاحي وكلهم يعني توفرت فيه الشروط فيكفي أحدهم أن يأخذ قليلا من أي ضحية كانت عندهم لكن إذا كان هي الأضحية له القضية واضحة وإذا كانت كانت له ولمن تبعه أي أدخل وشرك بعد أقاربه بالشروط التي سنذكرها والتي تتوفرت فإنه يجوز الاشتراك في الأضحية أي التشريك أحدهم في أضحيته غيره فهذا نعم بالنسبة لهذه هذه الأضحية تعتبر له هذا المشرك فهذا الذي له الأضحية أساساً يستطيع أن يأخذ منها شيئاً في إفطاره كما ذكرنا بعد أن تنتهي الصلاة ولغيره ممن شركهم أن يشاركوه في أتل بعضها كذلك أما بالرجوعنا إلى مسألة متى يجوز التشريك قالوا الأصل فيها أن كل مسلم ليس تجيب تسن في حقه وتستحب في حقه الأضحية إذا كان قادراً عليها ولا تجحف به ولو كان صغيراً له مال نعم لكن يمكن أن يشرك هذا المضحي غيره بأن يكتفي بأضحية واحدة وذلك إذا كان هذا المشرق بالفتح قريباً له وينفق عليه وكذلك اشترط شيئاً آخر أن يسكن معه أو أن يغلق عليهم باب واحد ولو كانت المساكن متعددة نعم نعم طيب شيخ نستأل أنك في أخذ هذا الاتصال معنا الأخ فاضل من الجبل السلام عليكم السلام عليكم مرحبتين أخ فاضل تفضل تفضل لدينا زيارة المقابر حكم زيارة المقابر المقابر تقصد على العموم لأشخاص معينين لا على المقابر للشخاص العموم طيب جاوبك الشيخ بإذن الله تعالى لا ونبيك تتكلم الشيخ يعني هو في اللمكة تسئل فيها الحكم الحاجات المستحبة في الأيام وحكم الصيام هو يقول لك فيه الشيخ يقوله هكذا الشيخ يقوله هكذا يعني هو محبي بالناش يعني هو بخلنا كلامه أما شيء يعني نتبعوه ونمشو عليه وعطينا قلبه خلاله في أي مسألة هذه في مسألة الصيام والحاجات الموجبة في الأيام المستحبة في هذه الأيام أيها طيب جاوبك الشيخ بإذن الله تعالى برك الله فيك طيب شيخنا أنا اللي فهمت من سؤال الأخ الذي قبل هذا السؤال هو يتحدث على بعض الإخوة يشتمعوا في مكان واحد يعيدوا مع بعضهم ويذبحوا أضحيهم مع بعضهم فيقول هو هل ينتظر أضحيته ولممكن يأكل من أي أضحية كانت لا 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 يأكل من أضحيته من أضحيته ولا يعني إذا كان القضية عبارة عن أصدقاء أو أقارب والأضاحي مجموعة لا كله يأكل من أضحيته نعم نعم طيب شيخنا أحد الإخوة يسأل أنا أختار بعض الأسئلة القريبة من موضوع بدين إن شاء الله ننتقل لأسئلة أخرى من جاء والإمام يخطب خطبة العيد هل يصلي والإمام يخطب أم يجلس ويستمع الخطبة ثم يصلي صلاة العيد هذه المسألة تتبع من رأى أن الخطبة ليست واجبة فيأتي بتحية المسجد وإذا كانت الخطبة يراها واجبة فهو ممنوع منهم من سوى بينها وبين خطبة الجمعة لكن الصحيحة أنها أنهما تختلفان فخطبة الجمعة واجبة ضرورية ولا تصح الصلاة بدونها وخطبة العيد لعم ليست واجبة وإنما هي مستحبة ومسنونة لكن كأنه فتته صلاة العيد وجاء والإمام يخطب هل يستحب له أن يجلس ويستمع الخطبة ثم يصلي أم يصلي والصلاة العيد والإمام يخطب لا لا نص على ذلك بأنه يصلي بعد أن تكتمل الصلاة ويرجع إلى بيته ولا يصلي حتى في المصلى نعم نعم طيب شيخنا أحد الأخوة يسأل عن حكم الضحية لمن به ضائقة مالية وعليه ديون هل يستحب له أن يضحي أم ينتظر أم الأفضل أن يسدد بعض هذه الديون الواجبة عليه وهل إذا كان به ضائقة مالية وهو ينوي صادقا أن يضحي هل يمكن أن يكون له أجر هذه الأضحية دون أن يتقرب بها يعني فعلا بالنسبة للجواب على السؤال الأخير نعم هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أن من نوى خيرا فإنه يكتب له أما الجواب عن السؤال الأول فإن سسداد الدين والغرامات وما في حكمها كل ذلك مقدم على الأضحية إلا إذا كان هو يعني عند التساع يستطيع أن يرد ثمن الأضحية بعد قليل من الوقت وهو زازم على ذلك ويمكنه أن يفعل ذلك أما إذا كان المسألة لا تتسعوه إلا إما لأضحية أو لتسديد الدين فلا شك أن تسديد الدين أولى نعم لأنه واجب نعم طيب قضية الاستدانة لأجل شراء الأضحية هذه تعتمد على قضية المستدين هل يمكنه أن يسدد هذا الدين بكل بساطة؟ أحيانا تكون عنده نقود وهي بعيدة أو أتاه أشياء من ميراثة وغيرها ولم يصل بعد فإذا كان عنده مما يوفي هذا الدين فلا شك أن ذلك جائز أما إذا كان المسألة غيبية وليست واضحة فلا يصلح ذلك بل يقتصر على الأمور الواجبة نعم طيب شيخنا إن شاء الله نحن مفروض نفصل في الأضحية أكثر من ذلك لكن بعض الأسئلة لابد أن نجيب عنها منها أحد الإخوة يسأل عن قول المالكية إن الأضحية سنة واجبة ما المقصود بسنة واجبة؟ معناها واجبة وجوب السناني أي واجبة بالسنة وليست بقرآن نعم هذا معنى كلمة سنة واجبة نعم لكن هي أصلا سنة أم واجبة في هذه الحالة؟ لا 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 هي واجبة بالسنة هذا معناها ولذلك من لم يفعلها وهو قادر عليها فإنه غير آثم هذا تعريفهم يعني إذا كانت واجبة بالسنة قد يفهم منه أنه من تركها فهو آثم لأنها واجبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 نعم نعم تفرقا بأن قضية الفرد والسنة الفرد سواء كان تبت بالقرآن أو بالسنة أو بالإجماع فإن من لم يفعله يعتم أما بالنسبة للسنة أو المستحب ومنهم من يجعلها أكثر من نوع فإنه تارة يكون المصدر القرآن أو السنة أو الإجماع كذلك فهذه المسائل لا تصل إلى رتبة الوجوب نعم يعني قولهم واجبة بالسنة ينزيله من مرتبة الفرض الذي يأثم من تركه إلى مرتبة السنة المندوبات نعم معناها يعني هي سنة وليست فرضا وإنما وجبت ليست وجبت وإنما نعم يعني الحكم أتى فيها عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيخنا هذا التعبير يفيد التوكيد توكيد السنة نعم قد يفيد التأكيد نعم طيب شيخنا أحد الإخوة يسأل عن حكم الاستدانة من رجل له تجارة غير مشروعة يعني يستدين من هذا الرجل نعم هذا المسألة هذه فيها تفصيل من نسبة لمن من عمى الحرام ماله هذا لا يستدان منه ومن عمى الحلال ماله فهذا يستدان منه ولا بأس بذلك إن كان قادرا على الوفاء ورجل اختلط ماله حلالا وحراما فهذا أكثر علماء قالوه إذا كان هو يعني كان هو يعني ملزوم بهذه المسألة ومضطر إليها فيمكنه هو أن يستدين من هذا أو نعم نعم شيخ شيخ هل تسمعوني يبدو أننا فقدنا الاتصال بالشيخ طيب نذهب إلى فاصل إن شاء الله نحاول أن نصلح من خلال هذا القطع في الاتصال ثم نعود إن شاء الله وجالسهم هنا تحيا بنور العلم والتقوى تقرار يغادر دبيب المشهر أن تفريط في هذه الحكومة هو قسامه لأن البعض أنه نظر إلى تعيين القطراني كنائب لبشاغة لم يكن أمراً عادياً أنا طبعاً تسليم المقر أنا كنت في تونس وهم ما طلبوا مني تسليم المقر هم اقتحموا المقر عبد الحميد البيبة كان ينوي مقابلة حفتر عبد الحميد البيبة جنته من السياسيين لا يختلف عليه يعني هو شنو العراساليشة رأيت إن حقوق برقة مهضومة في بعض الشيء في التنمية وفي بعض وفي الإدارات وفي توحيد المؤسسات هل من المنطق أن الحكومة محصورة في مطقة جغرافية معينة وتدعو اللي بي أنها ستنظر هذه العملة الانتخابية؟ في هذه الحلقة استضفنا نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية حسيني القطراني ففيها سقن التساؤلات تباعاً للقطراني والتي نحاول من خلالها أن نعكس تساؤلات الشارع المهجرون الانتخابات ومستقبل العملية السياسية والخلافات مع رئيس الحكومة والموقف من مجلس النواب وحكومته إضافة إلى الشكل العلاقة مع خليفة حفتر كل هذا وأكثر ناقشناه مع القطراني في محاولة جادة لوصول إلى الحقيقة عبر المواجهة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة وفرض مرة في العمر على المستطيع الحج أجر عظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والمن مساء الخير أهلا بكم في الليلة معكم آزم علي ونناقش فيها اشتباكات في طرابلس عقب دخول رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتح بشاغة انتهت بخروجه علقت منظمة هيوم الرايتس ووتش على ترشح خليفة حفت القائلة من ترشحه هو دلالة على غياب العذالة والإفلات من العقاب وهل ما زلنا على اعتاب إجراء الانتخابات في موعدها أم أن فرص تأجيرها لتعديل القوانين ما تزال حاضرة عشية عقاد اجتماعات القاهرة بين وفدي الأعلى للدولة والنواب بشأن المسار الدستوري تتوارد أنباء عن اجتماعات في السويسرا بحضور شخصيات أمنية وسياسية أيضا نناقش مستوى حضور القانون في المشهد السياسي الليبي الذي بات يثير الكثير من التساؤلات حول مدى سلامة الإجراءات وتصرفات الصادرة عن الجهات المتحكمة في المشهد الانتخابي يوم مليء بتطورات السياسية والأمنية تحركات على الصعيد المحلي وسط الخلاف القائم بين حكومة الوحدة المتمسكة باستمرارها والحكومة المكلفة من البرلمان والتي أدى وزراؤها اليمين اليوم أمام النواب سعيا للسلام السلطة أصوات تقول أن عدم الاتفاق بين هذه الأجسام يصب في صالحها وصالح استمرارها ما يحدث الآن هو عبارة عن فشل ممنهج متفق عليه بين المشري وعقيلة وحفتر والبصيين وبشاغة لطاقيل العملية الانتخابية والذهاب بنا إلى مرحلة انتقالية أخرى وأصوات أخرى تقول أن قواعد الحوار بين الطرفين ليست واحدة نحن الآن لدينا خيار آخر لا نريد سلطة في طرابلس ولا نريد شراكة الآن أقنعنا السيد عقيلة صالح وسوف نقمع القاعد العام بأن الحل ليبيا هو نظام اتحادي فدرالي بطلوا الكلاب أديروا فعل أعدوا شعوروا المشير متاعكم يسمح الكم ولا لا خربت ستيفني في متعلق بإمكانية أن تخرج بتوافق بين المشري وعقيلة لكن هذه اللحظة أثبتت فشلها يجب أن لا نعوّل على مجلس الدولة أو المشري في قيادة أي عملية سياسية ووطنية تقودنا إلى دولة ديمقراطية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم من جديد شيخنا لعلك الآن تستمع إلي توقفنا عند بعض الأسئلة منها السؤال الأخ فاضل من الجبل يسأل عن حكم زيارة المقابر المقابر مطلوبة بسرعة عامة خصوصا سياسة الناس فيها ومعظمهم على المنع أما الرجال زيارة المقابر لأنها يعني سعش ومعث وهي تذكر بالآخرة لهذا الغرض لكي نعم نعم يعني هي مستحبة على العموم بخلاف في زيارة النساء للمقابر لأن الصوت صار فيه بعض التقطيع الإجابة لم تمن واضحة نعم طيب نعلن نختم أيضا بسؤال الأخفاض الأخير يسأل يقول أنتم ذكرتم كثير من المستحبات تقولون هذه اختلف فيها العلماء ولم تعطوا فيها جوابا حاسما هل يقدم عليها الإنسان أم لا كقضية الصوم وغيرها في هذه الأيام قضية ختم القرآن والذكر لا كل ذلك مطلوب نعم وهذا الذي قلته فيما أظن نعم إلا الصيام ذكرت فيه قول عائشة وقول بقيت الصحابة لكن المشهور عند العلماء أن حتى الصيام فيها مستحب لما في ذلك عرفه وحتى غير عرفه حتى ثمانية أيام مطلوب صيامها على وله الاستحبابي نعم نعم مطلوب فيها الصيام على وجه الاستحباب وقضية القرآن كلها داخل تحت العمل الصالح الذي يمكن أن يفعله المرء مطلقا كأنه يسأل عن تخصيص هذه الأيام بهذه العبادات شيخ نعم نعم طيب طيب شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا يبدو أننا فقدنا الاتصال بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا ونفع بكم وبعلمكم كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله حتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة